تحديات تختبر الهدنة في اليمن التي تم الاعلان عنها مطلع شهر رمضان المبارك تتمثل بعدة خطوات تم الاتفاق عليها وبصورة خاصة فتح طريق مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين ومطار صنعاء وصول المشتقات النفطية وإيقاف المعارك في جميع الجبهات التزام لم ينفذ على أرض الواقع فالميليشيا الحوثية لا تزال مستمرة في خروقتها اليومية وتواصل التحشيد لجبهات القتال ولا يزال مطار صنعاء والممرات من وإلى بعض المديريات لا تزال مغلقة أمام المسافرين منذ سنوات الحرب الحكومة اليمنية شددت على ضرورة منع استغلال الحوثيين للهدنة لإعادة حجل القوات وتنفيذ استحداثات عسكرية تهدد بإنهار وقف إطلاق النار الموقت كما تعاملت الميليشيا مع المبادرات السابقة والتهدئة التي جعلتها مظلة لفتح معارك جديدة ويعادة ترتيب صفوفها ويرى محللون أن الهدنة التي أبرمت برغاية الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين تمثل فرصة لتهدئة غير أن فرص نجاحها تبقى مرهونة بعوامل كثيرة يتوقف بعضها على مصالح الحوثيين المدعومين من إيران في وقف التصعيد العسكري والجنوح للسلم القوات الحكومية والقوات المشتركة رصدت مئات الخروقات التي ارتكبتها الميليشيا في مارب والساحل وجبهات مح وارتاز وحج والجوف وهو ما يؤكد إصرار الميليشيا على استمرار الأزمة وإشعال فتيل الحرب الخروقات توزعت بين جرائم القتل والإصابة الجسدية والإخفاء القصري والاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي والاعتداء على المصليين ومنع صلاة الترويح في العديد من المساجد وتعمد استهداف الأحياء الآهلة بالسكان والأسواق الشعبية بكافة أنواع القذائف فضلا عن الاعتداء على المتلكات العامة والخاصة والمنشآت التعليمية ومنازل ومزارع المواطنين وفرض الجبايات المالية واقتحامات المؤسسات والجماعيات الخيرية